بطولة ميدانية لكاميرا الاخبار على طريق اللاذقية حلب الدولي والقرى المحيطة رصد لبطولة الجيش العربي السوري في قرى دورين والمارونيات وسلمة وجبل النوبة والكوم الفوقاني والكوم التحتاني وغمام الزميل المراسل الحربي طاهر حيدر رفق جيشنا الباسل في هذه الجولة واعد لنا التقرير التالي الطريق الدولي اللاذقية حلب المعروف بطريق الاستثمار الجديد والذي قامت الدولة السورية بتشييده لتقريب المسافات بين ابناء المحافظات طرقيا واجتماعيا وبما ان الارهاب لا يعرف حضارة ولا انسانية ولا تقارب قام في محاولات عدة بقطع الطريق وزرع مرتزقته لاستهداف كل شيء يمر عليه وصلنا عبره الى كفري وهي على بعد حوالي خمسة وعشرين كيلومترا من مدينة اللاذقية حيث تتواجد وحدة من اشاوس ابطال رجال الجيش العربي السوري تمركز بقوة وثبات وهامة مرفوعة هنا مناطق تتواجد بها مرتزقة ارهابيين اغتصبوها من سكانها الامنين لجعلها اوكارا ومنصات استهداف عشوائية هذه المنطقة الممتدة الكوم التحتاني الكوم الفوقاني دورين سلمة المارونيات البريج جبل النوبي جبل القصب الزويك جبل الزويك الدغمشلي اغمام عاش فيها الارهابيون القادمون من خلف الحدود وفي اغلبيتهم من جنسيات عربي وغير عربي فسادا وقاموا بتهجير قسم كبير من سكان هذه المنطقة وفي كل مرة يحاولون التسلل يتعرضون الى خسائر فادحة وهناك في الامس القريب استطعنا ان نلحق بهم الخسائر الفادحة في منطقة خربة الباز والهوي وجبل النبي يونس طبعا يتم استهداف الاوكار بعد رصدها من قبل طبعا يتم استهداف هذه الاوكار بعد رصدها من قبل العناصر المخصصة لهذا العمل والان نلاحظ استهداف وكر اخر في جبل النوبي لبعض المسلحين الطريق له اهم خاصة كونه طريق يصل المنطقة الساحلي بالمنطقة الشمالية والمنطقة الداخلي المسلحون لهم غاية في الوصول الى هذا الطريق من اجل الوصول الى محافظة اللازقي لخلق الفوضى وهم غير قادرين على الوصول ولو خطوي واحد ونلحق بهم الخسائر لمنعهم من تحقيق مآربهم وفي جهة اخرى وزاوية اقرب اطلعنا ابطال الجيش العربي السوري على جاهزيتهم وعلى رصدهم الدائم لمرتزقة الغدر واستهدافهم في مناطق تواجدهم نحن ذاهبون الى احد نقاط الجيش العربي السوري قرب جبل النوبي هذا الجبل اجد فيه بعض مسلحين حاولوا التسلل الى نقاطنا تصدينا لهم وقتلنا بعض منهم هذا جبل هذا هو جبل النوبي هاي جبل الزويك طبعا رجال الجيش العربي السوري دائما جاهزين بكامل القوة والعتاد وندافع عن اطرابها الوطن مشاهدين خلفي تماما جبل النوبي والكوم الفوقاني والكوم التحتاني هذه المناطق هناك كانت تقوم المجموعات الارهابية بمحاولات تسلل للتقدم عبر طريق حلب اللاذقية الدولي ومنها الى اللاذقية طبعا رجال الجيش العربي السوري متواجدين في نقاط عدة ومتمركزين وجاهزين على اتم استعداد للتصدي لتلك المجموعات الارهابية المسلحة بذة مموهة وسلاح ملقم وخوذة يكللها خضار سوريا هو الجيش العربي السوري حامل حما والارض والعرض لاخبار التلفزيون العربي السوري طاهر حيدر ريف اللاذقية ترجمة نانسي قنقر